من محادثات لتبادل الأسرى وتعزيز تنفيذ اتفاق سويد إلى اتفاق هزيل لتبادل جثمين هكذا انتهت جولة ثانية من المباحثات في عمان بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثية يتمخض جبل الجهود الدولية عن فار ملف تبادل الأسرى وهو واحد من الملفات التي تم إقرارها في اتفاق سويد تحول إلى وعود لتبادل ألفي جثة بين الطرفين وعلى دفعات بعد أن عقدت اللجنة الفرعية اجتماعا مشتركا بحضور ممثلين عن الصليب الأحمر كما أوضح عضو لجنة تبادل الجثمين في الوفد الحكومي أحمد أبو حمرى اليوم تم التوصل إلى اتفاق مع الطرف الآخر فيما يخص التبادل بالجثمين وكان هناك رقم محدد من الطرفين كان هناك ألفين ألف من الجثث الموجودة لدى الطرف الآخر وسوف يتم تنفيذ الاتفاق على ثلاث مراحل وفد الحكومة اليمنية أكد أنه تم الاتفاق على تنفيذ تبادل جثث مع ميليشي الحثي خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة سطعنا أن نتوصل مع الصليب الأحمر أننا خلال الثلاثة الأسابيع القادمة بإذن الله عز وجل نبدأ تبادل القثامين ميليشي الحثي التي لا يمكن النظر إلى خرقاتها المتكررة على أنها أعمال فردية وإنما قائمة على استراتيجية ممنهجة وبتوجيهات من قيادات عليا تسعى لإجهاض اتفاق ستوك هولم كما أكد مندوب اليمن دائم لدى الأمم المتحدة سفير عبدالله سعدي إذ أنها لم تعترف بالأرقام المبدئية التي تم تبدلها في السويد والتي ضمت نحو 15 ألف شخص بحسب وزارة حقوق الإنسان اليمنية صمت الأمم المتحدة عن خرقات ميليشي الحثي خصوصا تلك التي تبعت اتفاق السويد لم يعطي دفعة لمباحثات عمان للخروج بنتيجة تعكس الزخم الإعلامي الأممي وينقذ الاتفاق في الأقل إن لم تنقذ اليمن من أتون الحرب التي أحرقت الأخضر واليابس